السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرقتنا اليوم عن طائر الكوكتيل أو طائر الكروان تمتع طيور الكوكتيل بشكل جذاب ومميز إلى جانب تمتعها بحجم صغير وكدرة كبيرة من الزكاء اختيارك لزوج كوكتيل يجب على المربي انتقاء زكر وأنسة من طيور الكوكتيل يتمتعان بصحة سليمة وألوان جذابة وعادة ما يتروح متوسط سن البلوغ لدى طيور الكوكتيل 12 شهر يمكن تمييز بين زكر وأنسة الكوكتيل من خلال امتلاك زكر الكوكتيل صوتا عصبا ومتميزا بينما لا تمتلك أنسة هذا الطار سوى القدرة على الزكزقة يجب مراعاة بعض العوامل عند القيام باختيار الكفص المناسب لطيور الكوكتيل خاصة خلال فترة التزاوج من بين تلك العوامل اختيار كفص ومساحة مناسبة لطيور الكوكتيل متواجدة يجب أن يتمتع الكفص بسهولة تركيب وفك حتى يصبح المربي قادرا على تنظيفه بسهولة تعد الزور الصفراء وبزور عباد الشمس والفلارس إلى جالب أنواع معينة من الخضرعات والفواكه مثل التفاح والخس والبرتقال والجرجير من أهم العطعم التي ينصح بتخديمها لطيور الكوكتيل بعد وصول كل من زكار وأنسى الكوكتيل إلى مرحلة البلوح وحدوث نوع من التآلف بين كل منهما تحدث عمليات التزاوج أنصح بتخديم الأغذية المحتوية على نسبة عالية من العناصر الكالسيوم لأنسى الكوكتيل في تلك الفترة مثل السيبيا والبيض بالبكسومات عادة ما يتراوح حدث البيض الذي تقوم الأنسى بوضعه من ثلاث إلى ثمان بيضة وتحدث عملية عناية متبادلة به من قبل الزكار والأنسى تصل فترة حدان البيض الكوكتيل إلى 18 يوم وعندما يكون المناخ شديد البرودة من الممكن أن تصل الفترة إلى 21 يوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته